بريد هعايزين نشتري لماريام لبس المدرسة والشنطة كل حاجة بقت غالية والفلوس ما بقتش بتكفي حاجة طيب ما تشوف طريقة نستلف بها من اي حد عشان نشتري لها لبس المدرسة انت عايز البنت تدخل المدرسة من غير اي حاجة جديدة زي صاحباتها ويعودوا بقى الترياء عليها معقول اللي انا سمعتوا ده بابا مش هيشتري لي اي حاجة للمدرسة يعني هروح بها حاجاتي القديمة ما انت عارفة يا سلوة المرتبة بقاش بيكفي حاجة وكنت بستلف كتير ومش اعرف اعمل ايه بقى وقلت لك اروح اشتغل عند مدام نوال عايزاني امسك حسابات الشغل بتاعها وانت رفضة لا طبعا مش هوافق هي جوزها ميت وبعدين تروح تشتغل معاها وبعد كده ألاقيك بتقول تجوزتها لا انا مش موافق خلاص يا سلوة براحتك بس اعمل حسابك مفيش غير الفلوس اللي بلاقيها معايا كل شهر مش هعرف اوفر اي حاجة زيادة ماشي يا فريد انا هطلع انام والصبح بقى ربنا يحلها انا نفسي بشانتة جديدة ولبس جديد اما ادخل اشوف مريم صحية ولا نايم انت نمتي تصبحي على خير يا حبيبتي صباح الخير يا سلوة صباح الخير يا فريد فين الفطار يا سلوة انا جعان عايز افتر وروح الشغل اهو يا فريد هو ده الفطار ايه ده يا سلوة بس ده الفطار شوية توست وشوية خيار وانا هعمل ايه يا فريد هو ده اللي موجود في البيت خلاص يا سلوة انا مش عايز افتر سلام وانا هعمل ايه ما هو انت اللي مش عايز تتصرف صباح الخير يا ماما صباح الخير يا حبيبة ماما يلا عودي عشان تفتري هافتر توست وشوية خيار لا يا حبيبتي فيه شوية جبنة شايلة هوملك اهيه يا ماما هو بابا مش معاه فلوس يشتري لي لبس المدرسة ولا شنطة جديدة ولا اي خاجة لا يا حبيبتي انت ليه بتقولي كده بابا هيجيبلك كل اللي نفسك فيه يا ريت يا ماما عايزة بقى زي صحابي بيلبسوا حلو وشوناتهم بيبقى شكلها جميل عايزة مرأ كون زيهم هما كل سنة بيشتروا لبس جديد لكن انا كل سنتين ثلاثة ما تدهي ايش نفسك يا حبيبتي كل اللي انت عايزاها يجيلك يعني سلوة بتطلب مني فلوس فلوس وفي نفس الوقت مش عايزاني اشتغل عند مادام نوال عشان جوزها مات وخايف اتجوزها وانا هعمل ايه يعني؟ مهم مادام نوال عرض علي مرتب كويس انا هكلمها واقولها ان انا موافق اشتغل عندها وامسك لها حسابات الشركة الو سلام عليكم ازايك يا مادام نوال اهلا وسهلا يا استاذ فريد انا موافق ايجا اشتغل معاك في الشركة استلم الشغل امتا؟ تقدر تستلم الشغل من بكرة خلاص تمام يا استاذ نوال هكون عندك بكرة الصبح ان شاء الله خلاص تمام يا استاذ فريد سلام عليكم عليكم السلام سلام عليكم ازايك يا سلوة مالك قعد زعلانة ليه كده ماريام طول الوقت بتسألني بتقولي هنشتري لها الحاجات بتاعت المدرسة ولا لا هي فين؟ فوق في قدتها زعلانة يا ماريام يا ماريام نعم يا باب انا عايزك تطميني خالص يا ماريام انت هيجيلك احسن حاجة للمدرسة ومش ممكن هتحسي ابدا ان انت هيقل من اي حد من اصحابك يلا بقى افرحي وبسدي بجد يا بابا شكرا يا حبيبي ربنا يخليك ليا ايه ده يا فريد انت تصرفت في فلوس ايوة يا سلوة واحد صاحبي هيديني مبلغ سلف وابقى سده براحتي صاحبك ده كان ترخيره بجد معقول فيه اصحاب كده لسه عندها وفاق واخلاص ده انا كنت فاكرة الحاجات دي خلصت من زمين لا ما هي خلاص خلصت بتقول حاجة يا فريد لا لا مش بقول حاجة طيب احضرلك الغداء لا ماليش نفسي انا هطلع ارتاح شوية وانام هم بابا وماما مالهم شكلهم زعلانين ومش مبسوطين ليه كده ماما نعم يا نور يا حبيبتي عايز اشتري شمدة المدرسة واللبس والسبلايز وكل اللي محتاجاه حاضر يا حبيبتي يلا ننزل دلوقتي نشتري كل اللي انت محتاجاه انا عندي كم نور شكرا يا ماما يلا بينا متشكرة قوي يا ماما عشان اشتريتلي كل الحاجات اللي انا محتاجاها انا متأكدة ان كل الحاجات اللي اشتريتها مفيش حد هيبقى معاه زيها خالص ربانا يخليك ليا يا مام ويخليك ليا انت كمان يا حبيبتي وانا عندي كم نور انا لازم اجيبلك احسن حاجة يلا بينا نمشي بقى اركب العربية صباح الخير يا استاذ ده نوال اهلا صباح الخير يا استاذ فريد انا جيت اهو في معادي طيب يا استاذ فريد كويس ان انت جيت النهاردة يا استاذ فريد تقدر تستلم الشغلة للوقت هتنزل الانسة هناء هتوريك مكتبك انا فهمتها كل حاجة هسبات الشركة من دلوقتي امانة في ايدك وانا هكون قد المسئولية طيب تقدر تتفضل طيب بعد اذنك انا كان ليا طلب اتفضل يا استاذ فريد طلب ايه انا انا كنت محتاج اخد مبلغ سلف كده على المرتب بتاعي لاني محتاج الفلوس ضروري من اولها كده يا استاذ فريد خلاص انا هخلي الحسابات تصرف لك مرتبك النهاردة بس يا ريت اشوفك ملتزم في الشغل زي ما انا عارفاك ما تقلقش خالص عايزك تكوني متطمنة على الشركة تقدر تتفضل يا خبرة بيض معقول كل دي فلوس هاندل استاذة نوال وانا وسلوة وماريان بنتي مش لقين نجيب تمن الاكل لقوا ايه سلوة مراطي مش عايزين اشتغل هنا دي انا طلقك يا سلوة واشتغل معاها دي معاها فلوس كتير زي الرز اما روح الحسابات الاول ااخد منتبي سلام عليكم ازايك يا سلوة ازايك يا مريم وعليكم السلام ازايك يا فريد ازايك يا بابا طيب بقولك يا مريم عايزك تحضري نفسك بعد الغداء عشان هنخرج اشتريليك كل اللي انت عايزة من بر شنطة وحاجات المدرسة بجد يا بابا ايوة يا حبيبتي حضرلنا بقى الغداء يا سلوة بس انا معملتش غداء يا فريد مفيش حاجة في البيت اصلا يا دوب شوية حاجات بسيطة عيش وجبنا طيب خلاص مش مشكلة انا هعزمكم على الغداء برا تهزمنا على الغداء برا؟ بجد يا بابا ايه ده انت معاك فلوس يا فريد طيب بدل ما نصرف الفلوس في الاكل برا ما ناكل اي حاجة هنا ونوفر الفلوس دي الحاجة تانية يا ستي لبسوا انت بس يلا واجهازوا ملكمش دعوة خلاص بقى يا ماما يلا نطلع نلبس حاضر يلا يا ماري يلا يا فريد احنا جاهزين ايه يا فريد المطعم اللي انت جايبنا فيه ده ده غالي قوي مش مشكلة يا سلو يلا عايزين ناكل ونبسط اعود شكرا يا بابا عشان خلتنا ناكل الاكل الحلو ده ايوة ده انت هتدفع مبلغ مش مهم بقى المهم ننبسط يلا بقى دلوقت نروح المول نشتري كل اللي انت محتاجا هنروح المول يا فريد المول حكته غالية قوي خلينا نشوف اي محلات من اللي برا بتبقى رخيصة شوية لا يا ماما المول فيه كل الحاجات الحلوة يوه سيبي البنت تنبسط يا سلو انا عايزة تشتري كل اللي نفسها فيه يلا ناخد تاكس بقى ونروح المول ايه اللي غيرك كده يا فريد وجبت الفلوس دمنيه يلا اركبه شكرا يا بابا اشتريتلي كل الحاجات اللي بحبها ونفسي فيها اهم حاجة تكوني مبسوطة يا حبيبتي يلا بقى طلع ينام اسبعه على خير وانت من اهل الخير فريد انت دفعت مبلغ كبير قوي مش مشكلة يا حبيبتي عايزين نبسط يلا انا هطلع نام بقى انا عندي شغل الصبح بادري غريبة جدا جدا لا ده انت اتغيرت خالص يا فريد اما اطلع نام الساعة بقت سبعه هم اقوم بقى عشان ما اتأخرش على شغلي صباح الخير يا سلو صباح الخير يا فريد يلا اقعد افتر شفت يا سلو الفلوس بتعمل ايه اشترينا احسن لبس واحسن اكل اتفضلي يا استاذ نوال ده وراء الحسابات اللي طلبتين ايه ده اعملت بالسرعة دي شكرا يا استاذ فريد ست اللي اسمها نوال دي غنية قوي معاها فلوس لو فضلت تصرفها كل يوم مش هتخلص انا لازم اتجوزها وكل الفلوس والممتلكات دي تكون تحت قدارتي انا هفتحها في الموضوع وانا وحظي يا توافق يا ترفدني من الشركة يا رب توافق صباح الخير يا مام صباح الخير يا بابا صباح الخير يا حبيبتي صباح الخير يا ماريب ايه رأيكم بقى في شنطة المدرسة ولبس المدرسة شكل حلو صح طبعا يا حبيبتي شكلك امر يلا بقى تعال معوصلك المدرسة بطريق صباح الخير يا ماما صباح الخير يا حبيبت ماما انا خلاص جاهزة حضرت كل حاجة طب يلا عشان السوقي واصلك المدرسة مين البنت اللي لابسها شنطة زي بتاعتي دي ولبسها كمان زي لبس بالزبط اللبسة زي وكمان شنطتك نفس الشنطة بتاعتي الحاجات دي غالية قوي انت ازاي اشتريتيها انت ازاي اشتريت الشنطة واللبس ده انا عارفة ان انت فقيرة ما تقدريش على تمامهم انت بتتريع علي عشان انا فقيرة وانت غنية يا نور انا هتطيق عليكي انا اصلا مش شايفاك انت ولا حاجة مالك يا مريم يا حبيبتي زعلنا ليه كده رحت المدرسة يا ماما لقيت في بنت غنية معها نفس الشنطة ونفس اللبس اللي انا لبسها بالزبط عشان تعرفي بقى ان بابا بيحبك واشترى لك شنطة غالية ولبس غالي ايوة يا ماما عارفة بس البنت دي اول ما شافتني فدلت تقولي انت ازاي تشتري شنطة زي بتاعتي انا عارفة ان انت فقيرة ومش معاكي فلوس تقدري على تمانها ما تزعلش نفسك يا حبيبتي هي بنت مغرورة ووحشة اهو انت لبسة شنطة كويسة ولبسك كمان حلوة اوي ما تشغليش بالك بيها بقى اهم حاجة تكوني متفوقة واشتر منها عوضر يا ماما انا فعلا لازم اكون اشتر بنت في المدرسة اتفضلي يا مادام نوال ده حسابات المناقصة الجديدة شكرا يا استاذ فريد وعايز اقولك حاجة كان فيه عميل جديد كان زعلان قوي وما كانش عاجبه عرض الشركة بتاعتنا انا اقنعته وخليته يوافق ويشتغل معانا وده هيزود ارباح الشركة اضعاف بجد يا استاذ فريد مش عارف اقولك ايه انت بجد من ساعة ما اشتغلت في الشركة والشركة الحمد لله ارباحها زادت حضرتك يا استاذ نوال تستهلي كل خير شكرا يا استاذ فريد انا بصراحة يا استاذ نوال كنت عايز اكلمك في موضوع خير موضوع ايه التقبالة تتجوزيني ايه تتجوزني انا انت فجئتيني خلاص خلاص لو مش موافقة مفيش مشكلة انا عارف ان انت ستة وحيدة ومعاكي بنتك بس ومحتاجين حد يبقى جنبكم والله يا استاذ فريد انت محترم وكويس اوه اديني فرصة افكر طيب لو رفضتي ياريت ما ترفدينيش من الشركة لا يا استاذ فريد دي حاجة ودي حاجة تانية يا طرى يا نوال هتوافقي ولا هترفضي يا رب توفقي ده انا هتنقل نقلة تانية حياتي هتتغير ايه ده دي نوال يا طرى هتقولي ايه اهلا ازايك يا مادام نوال اهلا يا استاذ فريد انا فكرت في كلامك انا موافقة